اشتركوا في القناة التعرف على أنواع السجود التعرف على أسباب سجود السهو التعرف على علامة سجود التلاوة التعرف على وقت سجود الشكر السلام عليكم ورحمة الله يا أعزائي كيف حالكم؟ درسنا اليوم عن أنواع السجود فهيا نبدأ حيا على الصلاة نتقرب إلى الله تعالى يا أعزائي بأنواع مختلفة من العبادات منها السجود فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرب صدق الله العظيم فالسجود يا أعزائي كما تعلمتم من أركان الصلاة فلا تكتمل الصلاة إلا به وللسجود أجر عظيم وفضل كبير يا أعزائي فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أنواع مختلفة من السجود يا أصدقائي نؤديها لله تعالى منها سجود السهو سجود التلاوة سجود الشكر والآن يا أصدقائي من منكم يستطيع أن يخبرني عن معنى سجود السهو؟ أحسنتم سجود السهو هو سجدتان يؤديه مال مصلي قبل التسليم من الصلاة وبعد التشهد بسبب خطأ وقع في الصلاة ثم يسلم عن يمينه وعن يساره كما يسلم في الصلاة ولكن ما هي أسباب سجود السهو؟ أحسنتم من أسباب سجود السهو الزيادة في الصلاة كأن يزيد المصلي ركوعاً أو سجوداً من غير قصد ومن أسباب السجود أيضاً النقص في الصلاة مثل ترك التشهد الأوسط من دون قصد ومن أسباب السجود أيضاً الشك في الصلاة كأن يشك المصلي في عدد الركعات هل صلى ثلاثاً أم أربعاً حيّة على الصلاة والآن هيا نتحدث عن سجود التلاوة سجدة التلاوة هي سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا تلى آية من كتاب الله تعالى فيها سجدة ويقول فيها يا أحبابي بعد سبحان ربي الأعلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة مراراً سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما هي علامات سجود التلاوة في القرآن الكريم يا أعزائي؟ أحسنتم علامة سجود التلاوة هي الخط الموجود فوق موضع السجدة وكذلك المحراب في نهاية الآية الكريمة مثل هذه الآية الكريمة يا أصدقائي الموجودة في سورة مريم الآية الثامنة والخمسين فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبره سجدا وبكيا صدق الله العظيم فهذا هو الخط فوق موضع السجدة وهذا هو المحراب والآن من منكم يستطيع أن يخبرني عن سجدة الشكر ومتى يؤديها المسلم أحسنتم سجدة الشكر هي سجدة واحدة يؤديها المسلم إذا حصلت له نعمة أو دفع عنه بلاء وهو سجود مشروع وليس فرضا رائع بارك الله لكم جميعا وبهذا يا أصدقائي نكون قد تعلمنا السجود له فضل عظيم وهو من أركان الصلاة الذي لا تصح الصلاة إلا به وتعلمنا أيضا للسجود أنواع منها سجود الشكر سجود التلاوة سجود السهو وتعلمنا أيضا أن سجود السهو هو سجدتان قبل السلام من الصلاة في حالة وقوع خطأ في الصلاة إن شك في عدد ركعاتها كذلك تعلمنا أن سجود التلاوة هو سجدة عند موضع السجود في القرآن الكريم وتعلمنا أخيرا أن سجدة الشكر هي سجدة يشكر بها المسلم الله تعالى إذا حصلت له نعمة أو دفع عنه بلاء إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم ألقاكم على خير إن شاء الله في درس آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر